ترجمة نانسي قنقر 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 يمكن تكون هناك عناد من قبل الآباء وإفراق المشاكل اللي فيهم على أبنائهم ولكن بهذا القانون والله الحمد اللي تمت الموافقة عليه اليوم بإقرار السجن لكل من يمتنع عن إيصال المحظون إلى الطرف الآخر نشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد وأشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني في حرصها على الإتيان بجميع الآراء سواء مجلس المرأة وحقوق الإنسان وجميع الجهات المختصة في هذا الموضوع بنية تشريعية متينة تتمتع بها مملكة البحرين وتطال مختلف المجالات تعمل على تنظيم وتقنين التعاملات الأسرية والمجتمعية بما يحقق العدالة والمساواة وحفظ الحقوق والمكتسبات وضمان تماسك الأسر وأفراد المجتمع اهتمام كبير بحقوق الطفل أبداه أعضاء مجلس النواب خلال مدولاتهم التي طالت تعديلات في قانون العقوبات بما يضمن حق رعايته الصحية والنفسية خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة